السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله في الطباعة منجا ومبيس الفصل تسعمية وتسعة عشر فصل الجنون فصل الاثارة فصل الخيال اودة من البداية قصة خيالية ولكن حاليا بوم زاد الوضع الزيان على موم قبل الحرق وقبل كل شيء انا حاليا مش في السيديو انا حاليا في البحرين اللي حضور حفل انا قاعد نصور في الفندق بعد شو بروح الحفل انا قاعد نصور الجمعة الصباح ان شاء الله يا ربي كريم تازل لكم اليوم الجمعة في العصر في المغرب العيشة بالكثير انتأخرت قم منها سايما عمداني وقتها منتجها وخلصها اللي من البحرين او في منطقة قريبة المحرين رح نكون متوجديني اليوم الجمعة وبكرة السبت في حفل انامينيا في الفرميلة وان نتشرف بشوفتكم السلام عليكم اللقاء معكم وتصوير معكم كل شيء اذا شفتني في الحفل وقفني سلم عليه تناقش معي عطني نظريتك عطني شيء اللي عند خلينا نسولف مع بعض الحين وقبل لا نبدأ الحرق لازم عين تنكد على جمهور انيمي وان بيس حلقة اللي هتكلم عن منقا وان بيس حدات نمت صحة الان في الانيمي ساك الفيديو الآن افضل لك وخلونا نبدأ اعيد واكد انا مش في الاستيديو ممكن تكون في مشاكل في الصوت مشاكل في الصورة فاتمنى منكم تعذروني من كل قلبي نبدأ بصفحة الغلاف طبال لو لاحظتم بحها في الصوت فاتمنى برضو تعذروني لازلت شوي مريض فالانطباع اليوم بسبب الحفل بسبب مرض راح يكون مرة مرة سريع بحاول اختصر بشكل سريع وما راح اطول في النظريات وكذا ممكن ننزل حلقة ثانية على الاساطير والنظريات اللي حاب يعرف اساطير للحلقة هذي يدغل على حساب سكوبر قبان في التويتر تحت الخاص بالدكتور محمد وحق القناة نضيف فيه كل شي عن المنقا ما راح نضيفه في حساب من الرسمي حق التويتر لان ما نبيلا حرق على جمهور الانيمي دكتور محمد ساوي حساب بسم سكوبر قبان موجود في مربع الوصف شاء الله تلقونه ادخل عليه راح تلقون كل ال سطير باذن الله راح اصوي حلقة ثانية عنها ان امكانني هذا الاسبوع عنوان الفصل اطلال قصر اودن اللي تتكلم عنها من زمان اطلال 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 حين جات اخيرا صفحة الغلاف كانت الاربع المتبقين من الحلفاء قبعة القشر او الجراند فليت اللي يسطل طاقم قبعة القشر عظيم شفنا من قبل الثلاثة حينبقى الاربعة قراصينة التونتاتا بقيادة ليو وشعارة قراصينة ايدو ذو الاذرع الطويلة معه ذو الارجل الطويلة معه واحد ثالث والله ما يبقى عشان كده حطي ثلاث عظمات اتمنى اللي يذكر يقول لي من اللي كان معه من سيت هنا صراحة ايدو بايرتس يونتا ماريا جراند فليت اسطول يونتا ماريا بقيادة طبعا الادميرال ارلومبوس وقراصينة العمالقة الجديدين بقيادة حيردين ملاحظة بس بسيطة يا ما اقول لكم ان سفينة شانكس تشبه الفايكينجز شعار حق الفايكينز اللي غرون حقتها كده صايرة وايضا السيف اللي يستخدمونهم في الشعار القراصينة سيوف سابر نفس اللي يستخدمها شانكس سابر نوع من انواع السيوف اللي مقبض يكون بالشكل هذا فملاحظة غريبة صراحة تتوني يشوف شعار القراصينة اول مرة يمكن فحتى السيوف حققتهم صاير سابر مثل سيف شانكس وكان الكاتب يلمح ان شانكس لا علاقة بالعمالقة او علاقة ما ادري والله ما ادري لما مننتظر يشوف حدث العمالقة وشوف خلونا ادخل الفصل الحين التحرير المعلقة على الصفحة الاولى المفعول الحقيقي للكيبي دانجو يعني شوف الكيبي دانجو مم بس سيطر على حيوانات مفترسة او هائجة الا حتى مستخدمين اسمايل حاليا اثرت عليه تعثير كامل انا كنت اتساءل قبل فصل الفصلين هل ممكن لا فترة وتنتي بينما هيشوف اكل المعدوب وخلصه وحين بيمشي لوفي ومع ذلك لازالت امامي تابعة وخادمة مطيعة لأتامة فاللوفي قاعد يقول لها اعتنب بها يا امامي نسميها امامي هو لوفي اللي مطلع الاسم من رأسها ويتتكلم بوعيها قاعد تقول لها انا الهيد لائنر حق القراصينة الوحوش سبيد انا احد الهيد لائنر ما مخذ اوامر منك انت والناس اللي الموجود يقول طيب ليش هيد لائنر سبيد قاعدة تطيع وتخدم اتامة مستغربين ما يعرفوا عن الكيبي دانجو وبعدها تقوم تقول من الطبيعي جدا ان الخادم يخدم سيده يعني انا اصبحت خادمة عند اتامة بعد ما اكلت الكيبي دانجو خلاص صارت خادمة هذا تأثير الدفل فروتسي يعني ما تقدر تلغيه هذا تأثير فاكهة شيطان لو قلنا مثلنا في واحد عنده فاكهة شيطان تنميم مغناطيسي ونوم واحد تنميم مغناطيسي خلاص راح يكون تابع له وينفذ اي امر هو يقول هذا نفس الشي بس على الحيوانات ان اتامة من تأكل احد ايضا الفاكهة الكيبي دانجو هذي الحيوان يكون عنده تأثير ان السيد حقه هو اتامة فلازم يطيع اتامة جايبي لك اتامة راكبة على سبيد حتى راكبة على جنب حتى مراكبة عدل يعني ممكن راكبة حصان مرتاح على الاخر ماسكا في يده التفاحة وقالت تقول حق لوفي اونيشانالا لن انسى طعم الريد بي انزل سبيصي الحمراء لكلتا السويت هذي ولا راح انسى طعم التفاحة لكلتا اليوم ماسكا في يده تفاحة ع هيتاتسو عساس يتضوق طعم التفاح اذا ما تذكرون قال برضو حتى هيتاتسو حتى هما ياكل رز الا مرتين في السنة يعني كلهم قاعدين في مجاعة مجوعين روحهم بسبب الفقر اللي ما عايشينا من اوريشي وكايدو والبلاوي الزرق اللي قاعدة تصير في الجزيرة لوفي عادين يقول لها اوكي بلغي هذا لك الشي بتحياتي يقولي لهم هاي وانا راح اعيد لك الكلب هذا مراثان يعني بيتم يستخدم الكلب اللي هو الكلب الاسد هذا وايضا قولي لاني ساح تفض بهذا السيف النيد هيكت لسه التوقع حقية طعم ساتم احتفظ به الفترة اطول انا ما اقدر اصير ساموراي بدون هذا السيف وهنا زوره عصب بس انت مبقعد تستخدم ده السيف حرام ده السيف لسطولي في يدك يعني خلني اشوفه خلني القى علي نظرة يا اخي خلني اشوف السيف اطالعي يعني هل هو بلعون شي خلني احص قوته حدته شي خلني يعني لم تأكد ان زوره بس يمسك السيف راح يعرف ان الجيل الثاني من السيف اللي عنده بس لوفي صار عنيد ومنحس ويا ما يبيعطيه وهنا انطلقت وتامقت ال لاللقاء وراحت مع الخيل حقتها للمعلم حقها هي تتسولي وحفيد ساندايك هي تتسولي مصانع السيف المهم معني انه تتكلم ذا الكلام من قبل ولوفي يقول لها مع نراكي لاحقا تاما والكلب هو هو والتفت لوفي على الكلب وقال له على الاغلب انها لم تطعمك الدنجو عشان تخليك خادم عندها لانها لو هي اطعمت الدنجو كان بيحقها الكلب بيحقها بيطيعها ايه ما رح يطيع لوفي بينما هذا الكلب يحب تاما مربيته يعني كأنها خادم عندها بالتربية وليس عن طريق كيبي دنجو جاءوا الناس من القرية وكلهم لوفي تارو شكرا لك على هذه الوليمة كانت وليمة لذيذة جدا ما توقعنا كنا نظن نحن بنموت وواحد يقول جدي كان بيموت فعلا والجدي يقول هذه الهدية جات وحنا على بواب الجحيمة اننا كنت خلاص بموت وعطيتني واحد ثاني يقول ولدي عادت لها الصحة والعافية وجدي ولد فرحان ينقز لا ومو بعاجب الوضع يقول قرصان قاعد يسوي اعمال طيبة شتى الكلام الوضع مقرف شتى مو بعدل كذا الموارد القرصان يكون شرير مو بطيب نوفي يقول اظن ن نحن سوينا عمل جيد هنا ووكيكو تقول بس ممكن نحن سرقنا للاكل يعني صج سوينا خير بس احنا بايقين للاكل ترى هنا لوفي التفت على وكيكو قال إلا تعال انت وش شابش معنا اشتبين جاية اه انا بس كنت بروح اشوف قصر اودن من زمان ما شفته وهي بعقلة قاعدت فكرة تقول المفروض ان ما في احد في قصر اودن ليش ذا الناس يبونوا يروحون الى قصر اودن المفروض انه مهجور اطلال ومعادة تكمل تقول اول ما نوصل هناك انا بنزل وبرجع بشوف لي طريقة يكرني ارجع للمدينة اللي قرية البقايا بس اروح اياكم اشوف القصر وارد بينما في عقلها قاعدت فكر تقول لوفي تارو الرابعة يبدو الناس طيبين بس انا ما اقدر ارخي دفاعي لازم اروح اياهم وشوف ش اللي عندهم في قصر اودن هذي يدل لنا ولاها الى قصر اودن طبعا بتتأكد بعد شو بس تلميحة يعني من البداية من الكاتل لوفي يقول او انت يا اوكيكو طيبة جدا وقوية عادي تعالي حيا شاء الله معنا بينما زوري يقول والله اللي وضعها هذي مو طيب اش جميلة ديال تعالي مشهد الى عاصمة الزهور ومدرسة في الفصل قاعدت تتلم مع الطلابة اجيبوني ماذا تعني ان تكون دولة مغلقة ردوا واحد من الطلبة انا اعرف معلمتي عندما تقلق الدولة حدودها عن الناس الخارجية ما تخلي احد يدخل من اجل حماية شعبها وحماية الناس اللي فيها قالت له صح عليك يلا طيب ماذا تعني دولة مفتوحة والطلاب انا 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 استいただق scrch تحت دولة حدودها للناس في الخارج والأشرار والناس الأشرار اللي في خارج يجوون يدخلون وأفكارهم الشريرة تجي تدخل وفي ناس في العالم كثير يبون يصلون إلى دولتنا ويملكون ما نملكه نحن في دولة وان ويعني شوف الأفكار اللي مزروعة في رأس الشعب من يومنا مصغر لا عجب أن هولدن قبل كم فصل قان يقول حق أتامة أن أودن كان شرير ويبغي يدمر الدولة يعني فتح الحدود بالنسبة لهم عمل شرير فتح الحدود طامة كبرى لازم نتم من غالقين على فسنا وما نتعامل مع الناس ولا خلي ناس تدخل ولا نطلع على الناس طبعا المعلمة جبوها مشاكلها مرة كيوت لطيفة جدا وجميلة وكل شيء وقالت تقول رغم أن في الماضي كان في بعض الأشرار يبون يفتحون هذه الحدود يسوون ذا العمل الشنية الأطفال فجأة قلوبه وحد شين نعم لقد كان أودن والأغمد الحمراء التسعة الخاصة بها وكذا يعني زي المعصبين جدا وفجأة المعلمة اللطيفة دي تحولت إلى أفعة طلع ناصر وتحولت طلع لسانة وتحولت أنياب مخيفة جدا بس الأطفال برضو زي ما تعودين على هذا الشكل يعني مو بأول مرة يصير دي الشيكرت أنا ما قلت لكم جاوبة ليش تقولون اسمها أنا ما أحب بسمع حتى اسمها وتريكم ما تقول ولكن قبل أن يحدث هذا العمل الشنيع والفضيع أن يفتحون الحدود مع العالم وقطع هزيمة هؤلاء الساموراي الشياطين وكل الأطفال قلبت عيونهم كذا النجوم كين فرحانين يعني حبين هذا البطل وبالنسبة لهم هو البطل اللي أنقذ الدولة كل الأطفال لقد كان الشوغن الخاص بنا كورزمي أوريشي واحد من الأطفال مسك مصطرتين كذا وقال وهذا الدليل على أن أوريشي يستخدم سيفين في القتال وزوري يستخدم ثلاث سيوف في القتال وكأننا احنا موعدين بمواجهة قتال بين ذو سيفين نيتوريو ضد سانتوريو وحقين زوروا جاية 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 المواجهة إن شاء الله قريب يا رب لا ما رح تكون قريب طاولة بس بتصير في مواجهة كيدا واحد من الأطفال عطبا مسك المصطرة وبوف على رأس واحد طفل ذاني آي آي فقع راسي والمعلمة رجعت كيوت من جديد مرة مرة كوي لطيفة وجميلة وقاعد تقول هذا صحيح هؤلاء إلا أشرار اللي كانوا يفتحون الأحدود قتلوا أماتوا قبل عشرين سنة ولهذا السبب دولتنا أصبحت دولة مسالم زي ما تشوفون حاليا وين السلام؟ السلام بس في عاصمة الزهور بقية الولايات الثانية مديوسة دوس انتقل المكان إلى نقدر نقول مقهى بار مرقص وطفر سمى اللي تأمي ما عادريش يسمونا في ذاك الوقت صراحة المهم للمكان المرضونك ترتخي فيه تسترخي فيه وجاي بيلك واحد أنه يعني منتهي وكذا يعني شرب ليم ما وصل إلى حالة الثمالة وقاعد يقول السيد أوريشي رجل حذر جداً وراعي المطعم أو ذاكي قاعد يقول وش اسكت اسكت لا يسمعك أوريشي لا يسمعونك رجالة صوتك مرة آلي ويقول لها أخ رأس خاني يقول لها رابي طبعا نظامهم في اليابان لما يجرون يشربون الساكي يشربونه زي كذا في الكوب الصغير هذا كذا ما يشربونه في الغارشة إلا الوايت بير طبعا هذاك عاد طبعا نجابه هذا الشخص اللي قاعد يشرب الساكي اسمه شخص كمكتوب علينا هو المسؤول عن تبديل الفلوس حق قبيلة كوروزومي قبيلة الشوغن نفسه يعني إنه تابع للشوغن يسوي شغلة للشوغن شغلة فلوس ما فلوس تبديل عملات شي بزنس يعني بس إنا حاليا في حالة اللي قاعد يمروح وقاعد يتكلم مو بحامل حساب الكلامة وقاعد يقول حق اللي جنبه ما أدريه راعي البار أو صديقة جارة جنبه يقول لا تكون جبان حتى لو اسمعوني أنا قاعد أقول الحقيقة ما أنا بقاعد أكذب قيل إنه قبل عشرين سنة زوجة أودن وقفت قدام القلعة المحترقة اليوم إنه كانت تحترق وقالت التهلي طبعا اللي قالتها زوجة أودن كلام مرة مرة بوتك شاعري يعني زي الشعر زي اللعنة زي القسم زي شي كذا ما تقدرش اللي قالتها بالضبط أنت مثل القمر الذي لا يعرف سطوع الفجر إن كان هناك أمنية يجب تحقيقها فهي الأمنية التي يتحقق فيها ظهور تسع ضلال الذين معا بعد عشرين سنة أو عشرين قمر أو خلنقول عشرين ليلة قمرية المهم شعر قاعد يتقول شعر يا جماعة لا حد يدقق عندها ستعرف معنى بزوغ الفجر طبعا بزوغ الفجر تدعون خلن تايم أن يتكلم عن بيدرو إن لحظة ظهور الفجر وهم اللي رح يجبون الفجر يتكلم عن طاقم لوفي وكأنها نبأة منذ الزمن قديم موجودة يكمل هذا الشخص اللي قاعد يشرب على الآخر يقول هذه كانت مجرد لعنة قالتها امرأة ميتة ولكن الشوغن أوريشي فسر هذه اللعنة وترجمها فكر شفرة حقاتها فكر شفرة اللعنة اللي قالتها ومعناها كالتالي يقتلونك انت الشوغن وسيفتحون حدود دولة وانو يكمل هذا شخص يقول وحاليا احنا في السنة العشرين مرت فعلا عشرين سنة من مقتل اودن مرت عشرين سنة من احترق قصر اودن يا جماعة طبعا وم يقولون ذا الكلام ذا كله لازم يكتلكم مجلسين في زي البار والبار دائما يكون في تسلية وشو التسلية حقا اليابانيين في ذاك الوقت رقصة القيشة على وهي روبن قاعدة ترقص لهم رقصة القيشة وقاعدة تسوي لهم الرقصة وهم طبعا ما يدرون عنها ولم عبرينها قاعدين يشربون على اساس النذي مجرد التسلية المتعة بينما روبن قاعدة تسمع كل كلمة يقولونها روبن صايرة يا شيخ وكالة استخبارات كاملة قاعدة تجمع معلومات من وسط العاصمة من تحت الشوغن نفسه ومن اتباع الشوغن نفسه وهم ما يدرون حتى قاعدة تجمع يكمل هذا الشخص اللي يعتبر احد تابعين اوريشي قاعد يقول ولهذا السبب الشوغن خائف جدا خايف ان اشباح قبيلة الكوزوكي ستأتي لقتله وقاعد يضحك اه 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 ميت من الضحك على الشوغن وقاعد يقول كيف يستطيع الموتى القتال قبل 20 سنة كل الساموراي الموالين أو التبعين لأودن تم إدخالهم إلى داخل القصر قصر أودن وحرقهم وهم أحياء تم حرقهم على قيد الحياة تقل المشهد إلى لوفي مع لاو على الكلب ومعهم كيكو واللي ما انتبه فجأة صاروا ثلاثة هم كانوا أربع على الكلب فجأة زوروا اختفى بيقولوا لا بعد شي فس فعليا من أول ما وصلوا عند الجبل زوروا ضاع وسط الجبل بتقولوا لي وين راح بقول لكم راح يطلع رافتل على طوال خاصة يا عالم والله لذي ما توقع الكاتب تعمد يوخر زوروا منذ المشهد لأنه ما يبي يقابل سنجي اللي بيجي بعد شوي علمهم لاو قاعد يقول لي لقد وصلنا إلى هنا ولوفي يقول وين القصر قاعد يقول لي بنروح قصر قال يا أخي أنا قاعد لك أطلال أطلال يعني بقايا قصر القصر تدمر افهم يا فهيم طبعا التعليق كان يقول لك وانو كنتري مقاطعة كيوري بقايا واطلال قصر أودن أول ما قربوا اللوفي قاعد يقول لهذا المكان مره مخيف يعني فاضي ما في أحد قال أنا قيل لك من البداية يا أطلال ما في أحد هنا يا أطلال أفهم يا أخي المكان هذا مهجور لعشرين سنة ما في أحد ولهذا السبب أساسا كيكو شكت ليش بيروحوا عند الأطلال جاءت معاهم فجأة شافوا القبور فاللوفي قاعد يقول قبور يوم جابوا الصورة على القبور هذه معلومتين مهمة العدد طلع أكثر من ثمانية بفاصل يطلع في شبناه من ثمانية المرة شفنا حد عشر قبر وممكن حتى أكثر بس الكاتب مورانة لأنه توقف لشي قاعد يقول لك إنه مجمعه كل السمراء داخل القصر واحرقوه ولكن نقطة الأهم إنه في قبر رابع عليه علامة البيت يعني إنه عائلة الكوزكي كانوا أربع فراد وليسوا ثلاثة يعني مو بس الأبو والأم ومومنسكي مبروض إنه في فرد رابع هل هو الجد هل هو الجدة هل هو أخي حق مومنسكي هل هو أخو أودن منه منه اللي من قبيلة الكوزكي لازال لقصر رابع وراء في علامة بيت زيادة بس الكاتب متعمد موريك القبور فلوفي أول ما شاء يقول ويش ذا القبور رايزو كايمون مومنسكي شي السالفة فأجأ وكيكي وخريقت العابرة قلت ووجت وقامت تصيح وراحد ولوفي يقول هاي وين بتراين تعالي وهنا لوفي انتبق أه زورة مش موجود وين راح برضو فلوفي علق تعاليك جدا قوي يقول احنا كنا على الكلب طوض الوقت ليش نزل من على الكلب يعني وين راح ذا الغبي يقول اتمنى انه ما ضاعه لا لا تخاف صدقني نزوره ضاعه بيجي في الوقت المناسب لا وقاعد يقول حق لوفي تعالي الهنا تعال جنب الكبور ولوفي يوم جنب الكبور قاعد يقول ليش يسمعهم على الكبور هل ممكن فألم ماتوا طيب الكبور قديمة يا حمار راكز ان الكبور قديمة لوفي يرحم امك يا اخي لوفي لازل يقول حق لاو وين كايمون موروظ كايمون يقابلنا هنا على ما تفكرنا نتقابل هنا موروظنا قاعد يستناننا هنا هنا يقصد في وانو طبعا لاو قاعد يقول له هو ليس هنا ولا فترة طويلة مش موجود هنا ايضا ولوفي يقول له مبهنة ها وين راح يعني الكاتب سوى زي الجو الدرامي يتوقع في الانيبي هذا تطلع فيه موسيقى مرعبة واغبار وبباب كذا شي كذا رعب قوس كذا جو أشباح يعني وقاعد يقول له على الاغلب انه راح يتواجد هنا في الليل وهو كان دائما كل ليلة يتواجد هنا وجوبوا لك ضباب كذا على الكبور ولوفي يقول ليش تقاعد تتكلم كأنها شبح ما يطلع له في الليل ليش اسمع الماضي قلل القصة بالكامل في شي صار انت ما تبي بي تقول للي صح يعني انه ما تصار لهم شي وانت ما تبي بتتكلم engaging ما يحق لي انا اقول لك قصات تمام وراهم اللي يقول لك القصة مو بأنا يعني هنا جاب لك الكاتب الصورة على كايمون موجود في الخلف وقاعد يطلع يقول اوه يا الهي ما اني متصور اني قدرت اطلع بطني كنت اظن اني كالعادة ما راح اطلع من الحمام الاخر الليل يعني اني هي قد طول اليوم اللي كرم فلوفي قاعد يكلم له طيب قلني انا فعلا على قيد الحياة ولا لا شوي الا طلع كايمون وشاف لوفي قال اوه لوفي دونو انا سعيد انك وصلت الى هنا بسلام يعني اني طلع من عند البيج مام جيلين هنا بالسلام اواصف لاني ما قدرت اجيس تاقبل لكم من البداية بسبب بعض التسمم من الاكل اللي كلا طبعا انا اقلب ان اكل من شرب من ماء النهر وراء كذا كذا تسبب لالله يكرمكم بسهال شديد جدا يقول ما اني مقدر اطلع ولا مقدر اتحرك لوفي اوه كايمون العبدالله لا اقلت على قيد الحياة لا يا كذاب ليش تقول لي انه مات قال ما قلت لك انه مات انا كنت بيقول لك انه على الاغلب ما راح يطلع بالحمام الى في الليل ولوفي يقول لا انت كنت مخادر ما قلت حمام قلت ما يطلع لف الليل كل يوم فاجأة جابه خطوات وواحد جاي يركض فضل من اللي جاي وتقفز لك وكيكو كايمن ساباب اخيرا عدت انا كنت انتظرك منذ زمان ليش ما قلت انك رجع كايمن صدم اكثر كيكو شي اللي جابش معاهم يعني شون تعرفت عليهم شون جيت معاهم الصدفة كل شي صدفة لوفي كذا يجمع الحلفاء بالصدفة يجمع طبعا الوضعية اللي كانوا قاعدين فيها توحي انه بينهم يعني طريقة الكلام انهم حطين قلوب في كلامهم كيكو والوضعيين انهم جايزة توضح انهم كانوا يعني بينهم علاقة مقربة جدا علاقة محبة حب زوجتها حبيبتها معود بالزواج منها بس تنينهم ريتينر حقين اودن تنينهم اتباع لأودن ولكن كايمن وريزا وكنجر وطلعوا من الوانو كيكو تمت في وانو كيكو لازلت قاعدة تعاتب كايمن تقول ليش ما قلت انك جيتا انا كنت قلقة جدا عليكم هل سيد مونوسكي مونوسكي سما معاكم بخير هلو بخير لوفي طال يقول ها لا تعرف كايمن ولاه يرد يقول والله اللي واضح انهم من بس مجرد معرفة في بينهم شي اكبر يا ولد هنا كيكو قلت ها كايمن سما لا تقول لنا ذلك اللعم انا مادي منين ابدأ ولا اشرح ولكن على ايضا حال يا كيكو هؤلاء هم الحلفاء الخارجيين المساعدة القوي اللي كنا قاعدين ننتظرهم حط خطين حمر على ننتظرهم فجأة يظهر لك مونوسكي من العدم هاي لوفي وصلت هنا بسلام منين جيت انت منين جيت يا كاتب عرب عليك اودا سرع الاحداث هذا شي جميل بس على الأقل قل لي متى وصل مونوسكي وين انو راش حتى لوفي سألك ها مونوسكي هنا وين الكلب اللي وياك وين راح وين الفيل العملاق اللي وياك طيب زونيشة وين راح وقاعد يقول لوفي انظر انظر انا كنت قاعدة تدرب بقى السيف وبوقت كتوريني انك قاعدة تدرب منين جيت انت منين جيت وكيكو تقول او مونوسكي ساما انا ساعدينك بخير ويقول او كيكو بزمان ما شفتش بزمان ترى كلها كم شهر اللي طلعوا فيه بره وانو ورجعوا بس فقط لخير بس هنا لحظت وكيكو ان لوفي قاعد ينادي مونوسكي مش حتى باسم الكامل مونوسكي ساما او مونوسكي على علاقة قاعد يقول له مومو ها اخبارك وين الكلب اللي هي فكيكو تقول لحظة لوفي تارو دونه ليش تقول حق مومو نوسكي ساما مومو كذا بحاف بدون لذا قاعد عادي خلي لوفي هذا بعملة خاصة خلي يقول اللي يابي فاجأ اظهروا الشل اللي في السفينة كلهم برضو ولكاتو توقعتها بيطول على ميرجع يجمعهم واحد واحد جابهم كلهم سانجي تشو برنامي بروك وكارت كلهم مع بعض اوه اي لوفي اوه شويلة كايمون كان يعلق يقول اوه اخيرا قدرتوا تسترجعون سانجي دونه هذا في الترجمة الثانية من الترجمة الثانية يقول اوه سانجي قدرت تجتمعوا اياهم يعني يا اما انه سانجي كان مع كايمون بعدين راح لقل الشي اللي الباقي جابهم او العكس واللي يبدو لي العكس انه سانجي لزلت ملابستي مأهي فاعتقد انهم اساسا كلهم اجتمعوا من قبل وسانجي الوحيد اللي كان ضايع واخيرا لقوه وجابوه حاليا ولوفي كاعدت يقول اه انتو يا رفاق ده ما انت تتخرون يعني انتو اخر نص جا انت اخر واحد جا هم جاوا قبلك انت اللي ضعت وراح تسويت بلاوي زرقه بعد طبت عليك كارتو ولوفي كراتشو كذا تعطيه البوسة حقتهم ودي السلام حقهم سانجي غاضي يقول لا انت اللي ضايع كنا ندور عليك حتى ان احنا غصنا في البحر ندور عليك واخيرا لقينا الفيفر كارت حقتك في اعماق البحر لقاها سانجي اخيرا لقوا الفيفر كارت اللي كانت مخشوشة في القبة حقتها ومنها عرف انك لازلت علاقة در حياته طبعا نجينا حين لقيناك اخيرا هنا وبروكي قلت قابلنا مع كايم ونعني الشلة كلها اجتمعت خلاص اخيرا عادة زورو زي ما قلت لكم زورو تعمد الكاتبية بعدها لان اللقاء بين زورو وسانجي وصير استدام ثاني لابد ان زورو بيعلق على سانجي وسانجي معلق على زورو مستحيل تعدي على خير هذي اثنين من اتباع اللاو وصالوا وقال اخيرا جيت انت وين بيبو قال ومنخش في الغابة لازل مع اسهال وقال واللاو معرق يقول يا اوه اله انتو كلكم ما منكم فايدة طاقة ما منها فايدة يا اخي هنا اللاو قال خلنذهب الى الداخل احنا جبنا طعام سليم يعني مش مسموم ولا شي سرقنا من المزرعة والناس قال سرقته طبعا هذي ترجمة المانقا سليم ترجمة الثانية يقول فيه طعام مسروق سرقين المزرعة من قبل موجود داخل فالناس الثانية قال اذا انت اللي كنت تسرق يعني كأنه لا هو اللي كان يسرق من مزرعة اوريشي من قبل من المزرعة اللي موجودة تحت وهذا التوقع اللي انا قلت قبل كان فاصل انه سانجي هو اللي يسرق من المزرعة عن طريق الروم حقتها ولكن هل هذا شي صحيح ولا لا ما ندري ننتظر ونشوف لوفي علق اوه هل الارض قادرة يعني المكان قديم وقادرة العشرين سنة ما حتى كان فالنا يا اخي قلناها لك اطلال ما حتى تساكن هنا من سنين بس احنا ما خذينا مكان ننخش فيه حالية وقائما يقول أنا سعيد انكم كلكم قدرت تتصلوني الى هنا هنا مومنسك يقول على مما دمكم كلكم اجتمعتوا هنا خلوني بقول لكم قصة او شي حقيقة عن مومنسك انا ما قلت لكم يا من قبل انا اسف ولو فيك يقول تراكم صختة كل ساعة خاشي عنا اسرانا صاركم واجد عطني كل شي عطني الصراحة عطني الزبدة يا اخي كاييمون وبوجه مرة مرة مكتعب يقول انت صحيح على حق ولكن ترى هذه الحقيقة اللي بقول لك يا صعب جدا تصديقها يعني انا تجنبتني ما اقول لك انا صعب لك تصديقها حتى حين اما شفت قبور ما راح تصديق اللي بقول لك يا صدمة هنا كاييمون قاعد يقول لها احنا الثلاثة اللي قدام كله اوهو كيكو ومومنسكي قدامهم ايضا بالاضافة الى رايزا وكنجرو حط صورة من فوق احنا الخامسة بس يعني المفروض الخامسة بس ممكن في اكثر بس انا توقع ان خلاص بس اهم الخامسة اتينا من الماضي هنا نوفي يقول ها وكاييمون يرد وهذا اخر بانال في المانجا نعم الحقيقة انه تم ارسالنا من الماضي من دولة وانو قبل عشرين سنة يعني ليلة احتراق القصر صار فيه تقنية تعويذة فكهة شيطان وشو ما ندري حتى الان تم نقل الخمسة ذيلي كاييمون كنجرو رايزاو كيكو ومومنسكي الى المستقبل الى عشرين سنة قدام طبعا تعليق اللي من تحت كل ناني كذا ان كل الطاقم او يلوفي على الاقل اللي ما يعرفها الحقيقة واشاو صادمة جدا ممطبعية بالنسبة لها على الاغلب لا ويعرف لانا قال اشباح بس بقية الطاقم ممكن ما يدول انه تو يجتمعون فتوك وكاييمون قاعد يقول لهم الحقيقة على الاغلب على ايتي حال كذا انتهى الفصل حابة بارك لاخوي شعيب تحقق نظريته من قناة وداتشي قالها بالضبط القادمون من الماضي وجابها بالمل يا حبيبي ما شاء الله عليه الشيء الوحيد اللي الكاتب مش راح حتى الان واللي قاعدين ننتظر شرح على حر من الجام رشيني الالية لانه هي اللي بتفرج 180 درجة انا في الفصل اي طاف قلت اني انا معارض اي نظرية انتقال عبر الزمن وحس انه بتكون ساقطة لانه ما قلت شفت اي كاتب ضبط قصة في انتقال عبر الزمن خصوصا لما يكون فيها عودة للماضي او خصوصا لما يكون فيها ذهاب عودة هذه اللي تصير فيها البلاوي فاللي صاير حاليا ان الكاتب مريك ان الخمسة ذي اللي قافزوا من الماضي الى المستقبل وان وي ما فيها ذهاب عودة طالما انها بس قدام ما في عودة الامور الطيبة حتى الان ولكن النقطة الاهم منها ما تكون فكهة شيطان ان الفكهة ذي بتنتقل شخص طالي معنات ان القدرة ذي بتتم موجودة ومن ثم نتسأل من هو ايضا اللي يجي من الماضي من هو ايضا اللي يجي من الماضي هل ممكن نقل حد من الماضي من قبل شي اللي صاير أنا اتمنى ان تكون تقنية واتمنى ان تكون خاصة بزوجة اودن ام منوسكي لانهم قاعدين يقولون هي اللي سوت اللعنة هي اللي قالت الكلمات ولكن كيم قال ان بدلا من ان نحمي احنا سيدنا هو اللي حمان نعرف حاليا ان اودن وزوجة اللي هو اودن وام منوسكي ماتوا قبل عشرين سنة وهذا يعني ان فعلا فعلا كايدو كان موجود في مملكة وانو من قبل عشرين سنة هذي اكبر صدمة بالنسبة لي في ذا الفصل انا كنت متوقع او معتقد ان كايدو ما جاء الى وانو اللي قبل سنة سنتين وسبب ذا الكلام ان اكس دريك ما دمر قرية اميقاسا لقبل سنة ولكن اكس دريك ما انضمن لقبل سنة فطميع ان يدمر القرية ذي قبل سنة دولة وانو رح تكون دولة كبيرة فيها مقاطعات كثيرة كل مقاطعة فيها عدة مدن عدة قرى فمو على طول من اول ما مسك وانو رح تدمر كل القرى ودمر كل ذا ما بيوقع عندك شعب فهو قاعد يدمر فيهم شوي 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 يعني كل ما حد اعترضه وسوه مشكلة دكه قرية اميقاسا كف فيها خمسة ساموراي اقويات جاء اكس دريك ونتفهم كلهم بسبب انهم عارضوا الشوغن ما ادفعوا الجزية شي من هذا القبيل خلوهم يجون يدكونهم قبل سنة و سنتين بعد ما انضم اكس دريك لكايدو عيد واكد في الكثير من النظريات والافكار والاساطير اللي فراسي بينفقع من كثرها ولكن انا والله تعبان ومريض وعندي حفل بعد شي لازم اروح فما اقدر اطول في الانطبع عشان اقدر انزل لكم اليوم واذا ما نزل اليوم اعتدر بينزل لكم السبت الصباح ان شاء الله والما ارجع من الحفل واشتغل عليه ولكن ان شاء الله ان شاء الله لينزل اليوم الجمعة ولهذا سبب ما اقدر اطول في النظريات ولا اقدر اطول في الشروحات والتقعات تعالوا البث يوم الاثنين ان شاء الله بيكون ساعة ثمانية ونص تسع بالليل يوم الاثنين توقيت السعودية على اليونا وعلى اليوتيوب وعلى التويتش وبإذن الله هناك راح نتكلم بشكل مفصل أكثر ممكن أن نزل حلقة ثانية فيها شرح الأساطير اللي ظهرت في ذا الفصل من الدكتور محمد الأطير عافية ونظريات زيادة ممكن ما أععدكم ذا الشيء ففي الختم قولوا معاي سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استخدرك أتبليك تسير الاشتراك بقناة بطلع لك الزرين وضغط على زر العجاب والشير وشوفكم على خير اشتركوا في القناة